السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوي الصناعي تخصص التبريد وتكيف الهواء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقتنا عن تدريس مواد تخصص التبريد وتكيف الهواء وبرنامجكم المفضل الأوائل إن شاء الله النهاردة هتكون حلقتنا حلقة مهمة جدا وحلقة مميزة أيضا وهي في مادة الرسم الفني وكنا تحدثنا في اللقاء السابق بحول الله قد على حلقة مهمة جدا بناء على رغبة عدد كبير جدا من أبنائنا الطلبة والطالبات وإيه هي؟ هي أساسيات الرسم الفني وإزاي بقدر أستنتج المسقط الثالث وعرفنا من خلال الحلقة السابقة إزاي بقدر أستنتج أبعاد كل من المسقط الرأسي وأبعاد كل من المسقط الأفقي وأبعاد كل من المسقط الجانبي وعرفنا أيضا أن المساقط السلاسة مرتبطين بمجسم واحد مهم جدا لذلك لازم كان من الضروري ناخد مجموعة من الأساسيات اللي احنا قلناها في حلقتنا السابقة علشان نقدر نستنتج المسكت السالس بكل سهولة وكل يسر لأن ده سؤال مهم جدا في الامتحان وده سؤال بيبقى عليه أكبر درجة فيه امتحاننا فلازم احنا طبعا طلب متفوقين وطلب ممتازين ومحتاجين المجموعة عشان يؤهلنا إلى الكليات وزي ما احنا عارفين أن مجموعة مادة الرسم الفني بيبقى من 100 درجة فلذلك بنحرص دائما كل الحرصة على أننا نحصل على أكبر ما يمكن من درجة الرسم الفني وده طبعا ما بنقللش من المواد الأخرى ولكن مادة الرسم الفني عليها 100 درجة فنستثمر هذه المادة في الحصول على درجات كثيرة بحول الله فعرفنا أيضا قواعد العصب وعرفنا أنواع القطاعات وعرفنا قواعد التهشير وعرفنا قواعد الاستوانات وتطرقنا في نهاية حلقتنا السابقة بحول الله على تمرين من واقع قتابنا المدرسي وهو تمرين على استنتاج المسكة السالس بس ما كملناهوش فيحنا هنكملوا لحضراتكم النهاردة إن شاء الله وهناخد تمرين أخرى بحيث أن احنا نطبق فيها الأساسيات اللي احنا شرحناها لكم في الحلقة السابقة ونقدر من خلالها نستنتج أي مسكة أي كان سواء كان مسكة رأسي أو سواء كان مسكة جانبي أو سواء كان مسكة أفقي طب تعالوا نبص مع بعضنا على التمرين ونعرف المطاليب ونعرف شكل التمرين اللي بيقول إيه تمرين على استنتاج المسكة الثالث زي ما احنا شايفين التمرين بيقول لي تمرين رقم ستة بالكتاب المدرسي الرسم يوضح المسكة الرأسي والأفقي لقطعة ميكانيكية والمطلوب رسم الآتي بمقياس رسم مناسب قال لك رقم واحد كطاع رأسي كامل عند المحور إيه إيه ازي ما احنا قلنا كده تعالوا كده نبص مع بعضنا نوع المحور بالراحة هنلاقي المحور ده ماشي كده ومشي لمحور ده على استقامة واحدة هنقول لا مش ماشي على استقامة واحدة لو ماشي على استقامة واحدة هيبقى محور أو كطاع رأسي عادي ولكن ده كطاع متدرج زي ما احنا قلناه في حلقتنا السابقة أو قطاع ليس على استقامة واحدة زي ما احنا شايفين عندنا هنا كده وذلك قال لي قطاع عنده ايه ايه قد القطاع ده نوع ايه برافو عليك وكل جرى بنقول يا مستر ده قطاع رأسي ليه إلا عرفنا انه قطاع رأسي كمان لأن زي ما احنا شايفين السهم متجه إلى المسكة الرأسي يبقى إذن هذا بيشير على ان القطاع اللي بيكون موجود عندي قطاع ايه قطاع رأسي زي ما احنا شايفين طيب ننتقل من هنا أيضا إلى طالب مني قطاع جانبي عند المحور بي بي أدي القطاع الجانبي عند المحور بي بي زي ما احنا شايفين هنا ودي شكل القطاع وده متجه إلى المسكة الجانبي بإذن ده قطاع هنا ايه جانبي مسكة افوكي كامل طالب مني أنني أرسم المسكة الافوكي ايه كامل طيب تعالوا مع بعض كده نبدأ قبل ما نرسم المسكة التالت نبتدي رسمنا الايزومترك أو رسمت لكم الايزومترك انت مش مطالب برسمه في الامتحان ولكن انا عملك ناحية تخيلية علشان بعض ابناءنا الطلاب اللي ما عندهاش مهارة التخيل الى حد ما تبتدي تعرف وتلمس شكل القطعة الميكانيكية والمساقة التلاتة زي ما احنا قلناها مرتبطين بمجسم واحد لما نيجي نبص فينا المسكة الرأسي انا شايف الاعداء اللي بيكون موجودة امامي هنا دي طب القاعدة دي زي ما احنا شايفين القاعدة دي موجودة فيما في المسكة الجانبية في الرئاسي هاي القاعدة موجودة في الايزومترك هاي موجودة امامي وفي هنا مجرى جزء مقطوع في الاعداء بطول 30 وارتفاع 5 هذه المجرى اللي بيكون موجودة عندي ودي مشي بطول المسقط طب ما اجي اعرف اقول ايه اللي عرفني انها مشي بطول المسقط لحد الاخر حتى في الايزومترك مش بين انها مشي في الاخر ان لما اعدل القاعدة بتاعة الايزومتر طب انا عرفت منين انزل معايا على المسقط الافقي هنلاحظ ان المجرة عندي هادي الشكل بتاعها عبارة عن نقط مختفية النقط دي بتكون موجودة بطول المسقط ولا لا يبقى اذا ده بيدللي على ان مهاني اما اجي استنتج المسقط التالت ما باستنتجوش من مسقط واحد فقط انا لازم اشوف ابعاده من المسقطين عشان اقف على طوله وعرضه واعرف شكله ازاي بيكون في المسقط الجانم طب المجرة دي لو هي مثلا مش موجودة بطول المسقط اللي هي موجودة لحد هنا بطول مثلا معين ويروح اف الهالي موجودة لحد نص المسقط ويروح اف الهالي انما هو موجود خط شورة هدن لحد الاخر من اول المسقط لاخر وده بيدللي على ان ايه ان موجود عندي هنا زي ما احنا قلنا المجرة موجودة للاخر يبقى اذا المجرة دي موصلة لاخر ايه المسقط اللي بيكون موجودة عندي ننتقل الى الاستوانات الاستوانة الكبيرة اللي هي باللون الاحمر دي ادي الاستوانة هنا اللي هي باللول الأحمر دي والفاي بتاعتها كام خمسين يعني كترها كام كترها خمسين زي ما احنا شوفنا طيب ادي الفاي اللي عندي خمسين زي ما احنا شوفنا ادي الاستوانة عندي موجودة هي طيب الاستوانة دي هي ظهر لي هنا دائرة زي ما احنا قلنا بناء على قواعد الاستوانة ظهر لي هنا مستطيل يبقى هتجي لي في الجنب ايه هنقول يا مستر هتجي لي مستطيل طيب ننتقل الى الاستوانة رقم 2 والاستوانة الداخلية ادي الاستوانة الداخلية موجودة عندي هنا بس طبعا ما باجا بص الله في الرسمة انا باصص من هنا فانا مش شايف فعلشان كده جيت مكانها وعملت ايه نقط بقوله ان في استوانة داخلية او مشأبية داخلية مستديرة انا مش شايف فعملت مكانها نقط هنا طيب لما نجي نبص في استوانة اخرى متصلة من الاستوانة رقم 2 الى المجرى او الى اخر المسقط زي ما احنا شفنا الاستوانة دي زي ما احنا شفنا هنا اللي هي جاية مستطيل هنا وادي الاستوانة رقم 3 اللي هي الخاصة بيبقى تعالوا مع بعض كده بالراحة حنحلل الرسمة الاستوانة رقم 1 ادي رقم 1 الاستوانة رقم 2 ادي الاستوانة رقم 2 اللي هي النقط هنا الاستوانة رقم 3 ادي الاستوانة رقم 3 بيكون موجودة عندي هنا في ايضا هنا مجموعة من الاستوانات او 6 استوانات كل اتنين زي ما احنا شفنا هنا ادي استوانتين واحدة خارجية تخويش كده وواحدة أخرى ونفس النظام هنا موجودين عندنا في الرسمة زي ما احنا شفنا لذلك وكتب لي ايه في بعض الطلاب بتسأل تقول ليه مستر هو كتب لي 3 في فاي عشرة وهنا أيضا كتب لي 3 في فاي ستاشر معنى كلمة 3 الأول بتدللي على عدد الاستوانات اللي بتكون موجودة في المسقط طب لذلك وجالي على الاستوانتين الآخرين اللي هم دول اللي احنا شايفينهم دول دول ما كتب ليش عليهم أبعاد ليه لأن هي الأبعاد هي نفس الأبعاد اللي موجودة على الاستوانة اللي هو كاتب عليها لذلك وبيقول لي 3 معنى أن تشمل الاستوانة دي واستوانتين كمان اللي هم موجودين هنا على نفس الأبعاد لو الأبعاد اللي عندي مختلفة مش هيكتب عليهم أيضا طيب فيه أيضا فيه هنا 3 لما هم في استوانتين في استوانة داخلية وفي استوانة خارجية لازم نخلي بالنا من حتة مهمة جدا لما نيجي نرسم نشوف السهمة عندي بيشير الى ايه لما جيت ابص هنا هلاقي ان السهم متجه الى اللي هو الفاي عشرة السهم متجه الى الاستوانة الداخلية ما بيتعداش الى الخارجية بقى معنى كده ان هذا البعد او هذا الكتر خاص بالاستوانة الداخلية بيزن الاستوانة دي تلاتة والاستوانة دي تلاتة والاستوانة دي هنا ايه تلاتة زي ما ايه احنا قول ادي التلات الاستوانات اللي بيكون موجودة عندي زي ما احنا شايفين موجودين بالشكل اللي بيكون موجود عندي ودى التلاتة الخارجيين ايضا فاضل لنا العصب وزي ما احنا قلنا العصب زي ما احنا شايفينه كده مع بعض العصب بيظهر مساحة في مسكت ادي الشكل المسلس اللي هو بلا زرق ده شايفينه كده هو الشكل ده شكل العصب بس في المسكت الرأسي اللي هو جاي من الجهة هنا كده وده ما بيظهرش زي ما احنا قلنا الا في مسكت واحد فقط مش في الاتنين في واحد فقط طيب تعالوا كده هنبص مع بعض كده هنا نشوفه في المسكت الأفق هنشوفه ايه اه شايفينه هنا سمك يبقى هيجي في الجانب ايه هنقول هيجي سمك برضو طب تعالوا نبص كده منيجي نطلعه من الطبيعة اه او من الايزومترك اللي مرسوم امامنا اقدي للشكل المسلس اللي هو المساح طب لما جا بصوه من اعلى من فوق هشوفه هنا سمك هل هو الجزء ده كده اهم طب لما جا بصوه من الجهة الجانبية ايضا هشوفه هنا ايه سمك يبقى احنا بكده حللنا الرسمة اللي بيكون موجودة عندنا تعالوا بقى نشوف ازاي بنستنتج المسكت الثالث اللي عندي بالراحة كده بناء على الابعاد احنا كده خدنا الاحداث الوهم بتاعنا عشان برضو نبقى احنا عارفين وتعالوا نطلع ابعاد المسكت الرأسي كام ابعاد الجانب كام هنقول يا مستر الطول ده كام خمسين يبقى هزا الارتفاعه هنا خمسين ده عشان نخلي بالنا زي ما احنا قلنا بناء على القاعدة اللي بتقول ارتفاع الرأسي هو نفسه ارتفاع الجانبي طيب وطوله من هنا كام هنقول طوله من هنا ستين لان طول المسكت الارتفاع المسكت الافك كام ستين تب تعالوا نشوف مع بعض اما تطلع كده اهي يبقى اذا جالي الشكل العام اللي عندي للمسكت قادل الارتفاع هنا جالي ستين في الارتفاع كام خمسين تاني حاجة نخلي بالنا منها اما نيجي نرسم النوع ده من الرسومات او بعد اما حددت ابعاد المسكت واسمت للوحتي ابتدي احط المحور لازم الاول ارسم المحور اللي عندي والمحور رسمناه زي ما احنا شايفينه هنا موجود في المنتصف هنا لو محور مش في المنتصف مابرسموهش في المنتصف زي ما هو موجود في الجهة الافقية بابتدي ارسمه في الجهة الرأسي طيب تعالوا مع بعض كده طلينا من هنا كده زي ما احنا شايفين المحور طيب انا ببص منين من الجهة الجانبية عندما انظر من الجهة الجانبية فاني هلاحظ القاعدة اللي هي موجودة امامي هنا طيب ايه هي القاعدة اللي هي ارتفاع زي ما احنا قلنا عشرين يبقى هاجي انا طبعا شايف يبقى هاجي هنا قد شكل القاعدة بتاعت اللي هو ارتفاعها عشرين وعملتها بالشكل اللي بيكون موجود امامي زي ما احنا شايفين كده يبقى دي القاعدة الاولانية اللي هو طولة ستين لانها هي جاية هنا بطول المسكة اللي هي الاعدة دي ماشي في 20 اللي هو الجزء ده كده مشيت به ننتقل الى الاستوانات الاخرى ولو انت تلاحظ ان انا هنا عاملك كل الاستوانة بلون علشان نجي نرسم هنا بلون تبقى واضحة عملية الاستنتاج اللي عندك طيب ده الاستوانة رقم واحد اللي هي الكبيرة وقالنا ان الفاي بتاعتها 50 يبقى علشان نرسم الاستوانة الكبيرة اللي عنده ظهر لي هنا دائرة جايا لي هنا مستطيل يبقى هتجي لي هنا ايه بربو عليكو هتجي لي هنا مستطيل طب تعالوا كده مع بعض ناخد الشكل العام ادى هون حددنا الاستوانة وطلعنا بالانعكاس بتاعها بنبص كده مع بعض ادى الاستوانة بتاعتي الكبيرة يبقى ظهرت هنا دائرة ظهرت هنا مستطيل جي لي هنا ايه مستطيل زي ما هي ظهرالي بالظبط ما فيش فيها اي ايه اي اختلاف يكون موجود عنه طيب ننتقل الى الاستوانة الاخرى اللي هي اللون الازرع او الاستوانة رقم 2 اللي الفاي بتاعيد ادى كيام 30 وبرضو هنوضح تاني وهنعيد تاني لما يجي نبص على الاسهم اذا السهم بيشير او ماسك في الاستوانة رقم 2 يبقى هذا البعد يعني الاستوانة رقم 2 طب ننتقل هنا الاستوانة رقم 2 كام من الدهالي كام 30 ومن الدهالي هنا طبعا دي دائرة جايا لي هنا مستطيل نقط زي ما احنا شايفين يبقى هتظهر لي هنا زي ما احنا حددنا طولها أيضا وهتظهر لي هنا برضو مستطيل نقط زي ما احنا شايفين باللون الازرق هنا طبعا انت كل ده بترسمه بالرصاص ولكن احنا عشان كنحية توضيحية بنرسمه لك باللون الازرق زي ما احنا شايفين طيب ادي اتجاهنا الى الاستوانة رقم 2 قبل ما اعمل الاستوانة رقم 3 المجرى لازم اخلي بالي منها اللي احنا قلنا عليها نزلة بطول المسكة طيب انا اما بص من الجهة الجانبية من هنا هقول له ان في مجرى بتكون موجودة عندي بس هذه المجرى متصلة بطول المسكة هنا لما اجا بص كده شوف انا حددت طولها ازاي اهي مشى بالارتفاع 5 اللي هو قال لي عليها ومشي بطول المسكة لاب ليه يا مصطر انا عملتها بطول المسكة لانها هفوا لانها موجودة في المسكة الافقي بطول المسكة ايضا طيب احنا كده عملنا المجرى زي ما احنا شايفين وعملنا الاستوانة رقم 2 تعالوا مع بعض ننتقل الى عفوا الاستوانة رقم 3 طيب نشوف الاستوانة رقم 3 كده مع بعض اللي هي باللون الاسمر دي جايا لي هنا دائرة جايا لي هنا مستطيل يبقى هتجي لي هنا هتطلع لي ايضا ايه مستطيل زي ما احنا شايفين الاستوانة رقم ايه رقم 3 بيكون موجودة عندي احنا عملنا الاستوانة رقم 1 دائرة مستطيل باللون الاحمر جات لي هنا ايضا مستطيل باللون الاحمر الاستوانة رقم 2 دائرة استوانة نقاط لانها داخل الستوانة الكبرى جات لي هنا نفسها برضو استوانة هنا ايه نقاط المجرى ببص من هنا ما شفتها على بعد خمسة عملتها نقاط ايدا الاستوانة رقم ثلاثة اللي هي باللون الاسمر موجودة هنا هي رسمناها عند الاستوانة رقم ايه رقم ثلاثة ننتقل الى العصب اللي بيكون موجودة عندي والعصب زي ما احنا قلنا احنا قلنا يا مصدر خلاص بقى العصب بيظهر مساحة في مسكة وسمك في في مسكتين طب هنا ظاهر لي مساحة المسلسة هنا ظاهر لي سمك اللي هو على بعد كام عشر لما نيجي نرسمه هنا احنا ممكن نطلع الاسقطات بتاعته او ممكن هنا نروح ايلي احنا ايه نخلي بالنا بقى مع بعض ونروح مطلعينه من هنا بس قبل ما نطلعه من هنا لازم برضو نعمل السنترات بتاعت الايه الاستوانات اللي بيكون موجودة عندي دي السنترات دي قال لي كام قال لي المسافة بين المحورين اربعين يبقى اني هاجم من المحور الاساسي او السنتر الاساسي اللي بيقسم الرسمة واخد هنا عشرين واخد هنا من الجهة الاخرى كام عشرين علشان احدد المحور اللي باللون لحمر ده الخاص بالايه بالاستوانات طب ما هنقول يا مصدر ده في كمان استوانتين هنا ما حددناش محورهم لا هو موجود لان المحور الخاص بهم في المنتصف يبقى اذا هو هنا موجود التلات محور اللي بيكون موجودة عندي طيب تعالوا بقى انطلع كده الجزء اللي عندي ونشوف العصب ادي طلعنا العصب العصب ظاهر لي هنا مساحة جاي لي هنا سمك وطبعا ظاهر لان انا بصص من هنا من الجهة الجانبية فانا شايف العصب بيكون موجود عندي بالشكل ده يبقى هنا زي ما احنا قلنا جاي عشر يبقى اذا من هنا خمسة ومن هنا كام خمسة وطلعت بالعصب زي ما احنا ايه شايفين عندنا ده بالنسبة لليه شكل العصب ظاهر لي مساحة سمك جاي لي هنا ايه سمك ننتقل الى الاستوانات اللي بيكون موجودة عندي وعندي ست استوانات هم موجودين هنا اتنين فقط في المسكة الجانيبي ولكن هم في الواقع وفي الحقيقة ثلاثة ولكن هنا اتنين لان في منهم اربع استوانات موجودين على محور واحد وبالتالي بيظهروا لي كأنهم ايه استوانتين فقط زي ما احنا شايفين ادي الاستوانة كبيرة زهراء لمستطيل هنا ودي الاستوانة الاخرى زهراء لمستطيل نقط ايضا برضو التانية وراها من الجهة الاخرى ولكن انا مش شايفة في الرأس فمنتبكين على بعض لان خط التماثل او خط المحور الخاص بيهم بيبقى على ايه على محور واحد زي ما احنا شايفين طيب ننتقل الى ايه كمان الى الاستوانة هنا زي ما احنا شفنا دي هتبقى نفسها برضو ادي الاستوانة مستطيل وادي الاستوانة الاخرى نوقت نتصل للاخر فهيظهروا لي بنفس الشكل تعالوا مع بعض كده ادي الاستوانة الاولانية طلعت بيها من هنا كده فهيظهر لي مستطيل بس هيجولي بقى هنا في المسكة الجانبية سلاسة استوانات كبرى وسلاسة صغرى لانهم مش على محور تماثل واحد من الجهة الجانبية يعني ما اجابس من الجهة الجانبية هنا انا شايف دي لوحدها وشايف دي لوحدهم وشايف دي لوحدهم مش منتبكين على بعض وبالتالي هيظهروا لي في المسكة الجانبية سلاسة مساقط زي ما احنا شايفين طب ننتقل من هنا كده زي ما احنا شايفين ادي المسكة ادي شايف الشكل الاستوانة الاولى وادي الاستوانة الثانية اللي هي جايلي هنا ايضا مستطيل بالشكل بتاعها وادي الاستوانة رقم ايه رقم تلاتة ده بالنسبة للايه للمساقط التلاتة اللي بيكون موجودة عندي وتعالوا كده نبص مع بعض ادي الاعداء اللي عندي ادي الاعداء اللي هي موجودة هنا باللون لصمر واد الاسطوانة اللي بالنود الأحمر الكبيرة ظهرة ايا دي الاسطوانةjay الليل الأحمر واد العصب اللي هو هنا ظاهر لي سمك جالي هنا العصب وباقي الاسطوانات الداخلية زي ما احنا بعملناها بناء على القواعد مختفية ولكن موجودة داخل المسقط ده جزء مهم جدا عندي في المسقط التالت بناء على القواعد اللي انا درستها او اللي انا عرفتها عندي هننتقل من مرحلة استنتاج المسكة الثالث إلى مرحلة القطاع وطبعا لما نيجي نقول مع بعض كده ونعمل في عجالة سريعة من الحلقات السابقة ونقول القطاع المقصود به هو قطع في الأجزاء أو الأشياء أو القطع الميكانيكية بغرض إظهار الأجزاء المختفية اللي بيكون موجودة عندي وبيكون عملية القطاع في الأجزاء المصمطة فقط أو خطوط التهشير بتكون في الأجزاء المصمطة فقط والأجزاء المختفية أو الأجزاء الفراغات لا تهشر وزي ما احنا قلنا مرارا متقرارا أنه خطوط التهشير لابد أن تكون بزاوية 45 درجة خطوط التهشير لابد أن تكون متسوية بقدر الإمكان خطوط التهشير لابد أن تكون أخف من خطوط المسكة بقدر الإمكان خطوط التهشير ما فيش خطوط بتقطعها بقدر الامكان يعني بمعنى صح بتكون في الاجزاء المصمطة وما فيش اي حاجة بتقطعها فقط تعالوا نفس الرسمة اللي احنا او نفس التمرين اللي عندنا هنبتدي من خلاله نشوف القطاع الرأسي والقطاع المتدرج اللي هو طالبه مننا طيب نبص كده مع بعض ونشوف شكل القطاع بيقول لي ايه ادي الشكل العام للرسمة تعال بصوا محدد لي هنا القطاع انا ماشي بي اهو ادي الشكل القطاع ده قطاع ايه هنقول يا مستر ده قطاع متدرج عند ايه ايه زي ما هو ايه اللي عليه طيب انا هنا جبنا ايه اذا هو ده قطاع ايه الاول هنقول قطاع رأسي يبقى عملية التهشير هتتم في الشكل الرأسي اللي احنا شايفينه ده وقبل ما عملية التهشير تتم في القطاع الرأسي تعالوا مع بعض ما نقطع الشكل ده كده ونشوف ايه يحصل لو إحنا جينا مشينا من هنا كده قطعنا تبدأ جزء مصمت إذن يبقى فيه تهشير هنا نركز بقى مع بعض دخل على الاستوانتين دول اللي هم دهم قال الاستوانتين دول كده الاستوانتين دول هو مش فيهم ولكن هيظهروا عندي لأنهم في الوضع العادي أو في الوضع الافتراضي قبل عملية القطاع كان الاستوانتين دول مزهرين تماما ولكن عند عملية القطاع عدم المنشار مش فيهم هيظهروا بس مش هيكون فيهم تهشير لأن دي فراغات عندي والفراغ لا يهشر يبقى زي ما احنا مشين كده انا هوروه لكم في الاخر مشينا من هنا يبقى إذن قطع كده ماشي معاي طب مشينا من هنا الاستوانة الكبيرة قريدي ظهر عندي مفيش فيها مشكلة خالص الاستوانة رقم اتنين اه مش هي كانت هنا مختفية يبقى إذن لواني مشيت فيها والمنشار مش فيها اللي هيسرع ليه هيسرع على نفس الاستوانتين في الاول اللي احنا عملناهم هنا يبقى هتظهر عندي هنا ولكن مش هيتم تهشير من خلالها طيب الاستوانة رقم اتنين رقم اخر هتظهر ايضا الاستوانة رقم تلاتة عفوا هتظهر ايضا رقم اخر لأن المنشار مش فيها طب تعالوا كده نبص مع بعض كده اه إيه اللي حصل بقى هنا بعد عملية الكطاع بس ده بالمناسبة ده أنا بوضحه لك فقط ده مش كطاع متدرج ده كطاع على كطاع رأسي على استقامة واحدة بس عشان ناخد منه الاجزاء اللي احنا عاوزين لما جيت بص الجزء ده كده يبقى ايزا ده يحدث فيه تهشير ومشيت في الاستوانات شوف الاستوانات الداخلية بعد عملية الكطاع حصل لها ايه حصل لها انها ظهرت يبقى ايزا الاستوانات دي هيحصل لها ايه الاستوانات الداخلية اللي بيكون موجودة عندي هتظهر امامي بس مش هحصل فيها تهشير طيب مشينا من هنا وانا مشيت طوالي لو انا مشيت طوالي كده بقى يبقى هيبان لي زي ما المنظور اللي عندي ظاهر امامي هنا ولكن ايه اللي حصل انا مشيت لا ده ناجيت كمان وكسرت وقطعت في الاستوانة دي كمان يبقى اصبح الجزء اللي هيظهر يبقى هو له مخزع عشان يظهر الاستوانة دي رخرى عندي في عملية القطاع طيب تعالوا الاول قبل القطاع نمسح الاجزاء اللي هتعوق عملية التهشير شوفنا شكل المسكت كده قبل عملية القطاع كانت الدواير دي مختفية من هنا وكانت دي مختفية من هنا وكانت دي مختفية من هنا لما مشينا فيها كلها اصبحت ظاهرة ولا لا اه ومسحنا كل شيء بحيث ان المنطقة اللي هنحصل فيها او هيحدث فيها عملية قطاع بتكون عملية او نظيفة تماما من اي خطوط ومن اي ايه محاور عندي طيب نبص كده مع بعض ونشوف هنا عملية القطاع بعد ما هشلنا اه ايه اللي حصل نبص كده مع بعض ان خطوط التهشير هنا الفراغات اللي احنا قلنا عليها اللي هي متعلم عليها هنا باللون البني في المنظور التوضيحي ده هنا ده ادي الجزء ده الاستوانتين دول طبعا دول ظاهرين عندي بس مش اغشر فيهم لانهم فراغ مشيت في الجزء ده كده كله ادي مشيت في الجزء ده كله موجود هنا الاستوانت دي ظهرت طبعا لازم تظهر وهنا نفس النظام مشيت جده ومنزلت في الجزء ده طب ما هتقول لي يا مستر ما احنا ممكن نكون مشينا في جزء من العصب طب ما احنا قلنا ان العصب بالمساحة ما بيتهشرش او اذا كان القطع موازي للعصب فان العصب لا يهشر حتى لو انا ماشي على استقامة واحدة ومشيت في العصب كاملا ايضا العصب مش هيتم تهشيره عندي زي ما احنا شايفين تمام طيب تعالوا ننتقل الى جزء اخر وهو الكطاع الرأسي الكطاع قصدي الجانبي عفوا طب نكتب نبص مع بعض هو طالب مني هنا ايه قطاع جانبي عند بيبي وإيه اللي اعرفني قطاع جانبي هنقول يا مستر لان السهم متجه الى المسكة الجانبي احنا وصلنا لمرحلة ان احنا ممكن من خلال ان ما يكتبش عندي داخل المساقط التلاتة مطاليب واقدر استنتج واقدر اعرف عملية الكطاع كمان طيب ادي الشكل الايزومتريكي العادي هو هنا طالب مني كطاعي لما كان طالب كطاع رأسي كنت باقطع بطول المسكة الرأسي زي ما احنا شايفين هنا ولكن هنا هو طالب كطاع جانبي بمعنى كده ان انا هقطع كده في الشكل ده كده هقطع كده بشكل جنبي والجزء ده كده هروح رميه وهشوف ايه اه طب ما لما اقطع الجزء ده كده وارميه يبقى الجزء اللي انا هرميه من من المنطقة دي كلها مفهاش العصب يبقى لو انا فاهم في الاول وطالب مني كطاع ما بعملش العصب من اصله الله تقول مال ايه يا مستر هنقول المجرى دي هتبان اللي هي باللون الاحمر دول والتلات استوانات اللي بيكون موجودة عندي دول هيتمسح لان انا ممشتش فيهم اساسا لواني بعد عملية الكطاع ممشتش فيهم اساسا والاستوانات الداخلية الكبيرة هتظهر ادي الكبيرة اللي هي باللون الاحمر هتظهر وادي الاستوانة اللي هي باللون الازرق ايضا المفروض انها هتظهر واللسطوانة الصغرى ايضا لحد المجرى هتظهر هم دول فقط اللي هيبقوا موجودين داخل المسقط الجانبي عند عملية القطاع يبقى اذا لو انفهمت عملية القطاع هقدر من خلاله اوفر على نفسي عناء رسم الاجزاء وارجع مسحة تان طيب تعالوا كده نشوف بعد بص بعد ما عملنا عملية القطاع بقى في الايزومترك ايه اللي حصل شوف الجزء اللي باللون الاحمر ده اللي انا مزلاله باللون الاحمر ده هو ده الجزء المصمط اللي هيتهشر فيه فقط يبقى اذا شوف انا رمية المنطقة دي كلها باللي فيها بالعصب بالاستوانات بكل حاجة يبقى اذا هو الجزء ده اللي هيظهر المجرى هنا المفروض تظهرلي من تحت نعالوا كده نبص مع بعض اه اللي حصل مسحت كل اللي احنا قلنا عليه وظهرنا الاستوانات اللي المنشار هيمشي فيها فقط ليه يا مصطر مسحناها لان زي ما احنا قلنا ان ما فيش خطوط بتقطع خطوط التهشير اللي عندي فكان من الضروري المسحة هذه ايه ادى وقريب اللي هو الجزء ده اللي هيتهشر اللي هو الجزء ده ما فيش حاجة هنا المصمطة والجزء هنا برضو هيتهشر زي ما احنا شوفنا كده امام طيب اما للجزء الداخلي ده الجزء الداخلي ده ظاهر قريدي ولكن ده ما فيش فيه تهشير لانه فراغ عندي ده بالنسبة للشكل العام اللي عندي او للشكل الايزومترك اللي عندي وشوفنا عملية الايه الكطاع اللي بيكون موجودة عندي احنا كده خدنا تمرين من واقع كتابنا المدرسي وعرفنا من خلال التمرين اول حاجة ازاي استنتج المسكة التالت تاني حاجة ازاي اعمل قطاع في المسكة الجانبي تالت حاجة ازاي اعمل قطاع في المسكة الراسي ولازم نخلي بالنا بنقول لابنانا الطالبة والطالبات وبنوضح مرارا وتكرارا اذا طلب قطاع في اي مسكة من المساقط فاني لابد قبل مرسم الرسمة اعرف الاجزاء المختفية والاجزاء اللي هي مش هتبقى موجودة داخل المسقط بعد عملية القطاع وما برسمهاش من أصله ليه علشان أوفر عندي الوقت ووفر عندي نظافة اللوحة لأن أيا كانت اللوحة وأنا رسمتها وفي بعض طلابنا بيبتدي يرسموها ويجي يمسحوا اللوحة أو يجي يمسحوا بعد عملية القطاع بيكون الشكل الجمالي بتاع اللوحة مش كويس وبالتالي بتنقص درجات من غير وانت تكون فاهم لذلك احنا بنوصي ان انت ما تفهم عملية القطاع ابتدي الأول شوف الحاجات الظهرة وبتدي ارسمها ظهرة والحاجات اللي مش هتترسم أصلا قبل عملية القطاع ما بعملهاش من إيه بعد عملية القطاع مش هعملها من أصل تعالوا ننتقل إلى تمرين آخر من واقع كتابنا المدرسي ندعم فيه اللي احنا قلناه ده بالتفصيل ونشوفه ونشوف أيضا إزاي بنستنتج المسكة التلاتة وبنعمل عملية قطاع أيضا نبص كده مع بعض في التمرين عندنا بيقول لي هنا إيه هذه تمرين على استنتاج المسكة التالت من واقع كتابنا المدرسي والتمرين ده هو أول تمرين في كتابنا المدرسي اللي عندنا لذلك بيقول لك ان الرسمي وضح المسكتين الرأسي والأفقي لإيه لقطعة ميكانيكية والمطلوب رسم الآتي بمقياس رسمي مناسب رقم واحد طبعا ما نيجي نقول من غير مكتب كده أنا عرف آه هنقول يا مستر طالب مني قطاع رأسي عنده إيه عرفنا منين لأن الأسهم متجهة إلى أعلى وجاية بخطر أفقي طويل يبقى ده إذن قطاع رأسي طب نيجي نبص كده طالب قطاعات تانية آه هنقول طالب قطاع جانبي عنده بي بي لأن السهم متجه إلى المسكت الجانبي اللي عندي ويبقى إذن كده أعرف أنه طالب في الرسمة اللي عندي هنا إيه قطاعي قطاع رأسي كامل عنده إيه إيه زي ما احنا قلنا آه وننتقل إلى قطاع جانبي أيضا عنده بي بي قطاع أفقي أو مسكت أفقي كامل طيب تعالوا كده مع بعض نشوف شكل الأيزومتريك اللي عندي إزاي برسمه أو أنا طبعا أنا قلت الأبداعنا الطالب والطالبات الأيزومتريك أنت مش مطالب برسمه ولكن أنا رسمه لحضراتكم علشان تفهم منه شكل الرسمة اللي بيكون موجودة عندي أو كوسيلة توضيحية بتوضح شكل القطعة الميكانيكية اللي بيكون موجودة عندي طب تعالوا الأول في بداية الأمر نحلل القطعة الميكانيكية تحليل سليم المسكت الرأسي أنا شايف إيه أنا شايف الجزء ده هو طبعا عبارة ده شكل قطعة ميكانيكية زي قريبة من زراعة التوصيل اللي بيتم تركيبه فيه الضواغة اللي عندنا أيضا لو إحنا جينا نبص من هنا كده ده بالشكل اللي بلوله الأحمر ده Listoana والاستوana اللي هي موجودة عندي هنا ظهر لي هنا طب أنا عرفت منين استوانا أيضا موجودة في الأفقي دائرة وموجودة في الرأسي مستطيل إبها تكون موجودة في الجانب إيه يا شباب برافو عليكم موجودة في الجانب يا مستر مستطيل أيضا في استوانا داخلية هذا الاستوانا الداخلية ظهر لي نقطط طب ما لقيه الجزء ده اللي بيكون موجودة عندي ده ده مجرى داخلية تم قطعها من الاستوانة الداخلية اللي بيكون موجودة عندي ونزل بطول المسكة طب هنقول إيه اللي عرفني إنها بطول المسكة ننتقل إلى المسكة الرأسي وهنلاقي هي طلع هنا نقط عندي لإنها قريدي من الزهرة فنزل نقط بطول المسكة بإذن هي موجودة بطول المسكة ننتقل إلى الاستوانة الأخرى اللي احنا شايفين هنا اللي هي رقم 3 وزهر لي هنا هي مستطيل موجودة عندي وزهر لي هنا دائرة الاستوانة الأخرى رقم 4 واد الاستوانة رقم 4 زهر لي هنا دائرة زي ما احنا قلنا وجايا لي هنا مستطيل نقط يب هتجيلي فين هتجيلي هنا مستطيل نقط زي ما احنا شايفين كده اللي هي الاستوانة رقم 2 هنا فاضل لنا إيه بس في الرسمة العصبين هنا هذه الرسمة شملة لعصبين والعصبين متقطعين مع بعض عشان يعصبوا لي الدوائر مع بعضها ويمسكولي القطعة الميكانيكية بحيث انها تكون متينة وما بتكونش عرضة للكسر او للتلف باستمرار طب لما نيجي نبص عندي هنا عصبين العصب الجزء ده كده هنقول بيطلق عليه ايه هنقول يا مستر الجزء ده بيطلق عليه مساحة يبقى ما يجيش طالب من طلبنا الاعزاء اما جاقول دي مساحة وما كانوا فين هنا في المسقط الافقي ما تقوليش يا مستر اللي هو الجزء ده كده هو الجزء ده كده اللي موجود اللي هو العصب ده يبقى ده خطأ جسيب ليه لان المساحة بتظهر في مسقط واحد فقط يبقى ايزا جايا لي هنا مساحة وما سيكلي من اول الاستوان الكبرى الى الاستوان الاخرى يبقى ايزا هو هيظهر لي هنا السمك اللي هو سمكه هنا كام 12 زي ما احنا شايفينه يبقى ايزا ده العصب الاولاني جاي هنا سمك 12 يبقى هنا جاي لي مساحة زي ما احنا شايفين وايضا اعرف من جهة اخرى كمان ان الطول هنا لو انا جيتا بص هلاقي ان طول العصب الاخر اللي هنا مسيكلي من عند السنترات بتاعت الاستوانة اللي هو الجزء ده كده ولكن تعالوا بصوا كده عندي في العصب اللي هو رقم واحد لما ننظر الى العصب رقم واحد زي ما احنا شايفين اهو هنا شكل مساحة اللي هو باللون الازرق ده كده مساحة طبعا ما جيتا بصوله من فوق اه هنقول يا مستده هو ماسك الاستوانتين مع بعض اللي هو سمكه وعندي هنا كام 12 يبقى هيجيلي في المسكة الجانبية ايه هنقول سمك ايضا اه تمام بس سمكة هيبقى جزء منه ظاهر وجزء منه مختفي نازل متقاطع الاستوانة هتبقى مدارية عليه زي ما هنشوف في المسكة الجانبية ان شاء الله العصب الاخر ظاهر لي هنا ادي الشكل اللي عندي يعتبر سمكه اللي هو ارتفاع وعشرين اللي هو هنا وظاهر لي من الافكه عندي مساحة موجود هنا امامي بقى هيظهر لي هنا في الجنب ايضا هيظهر لي ايه سمك ده بالنسبة للشكل القطعة الميكانيكية اللي بيكون موجودة عندي تعالوا بقى ازاي نستنتج المساكة التلاتة اللي بيكون موجودة عندي بناءا على الاحداثيات اللي احنا عملنا مع بعضنا وعاوزيني نحدد الطول هنقول لك الطول عندي هنا كام هنقول يا مستر الطول هنا جبناه كام ستين يبقى ايزا طوله هنا زي ما احنا شوفنا كده طوله ستين لان الارتفاع ونفسه ارتفاع المسكة الرأسي طيب وهنقول هنا كام ما نيجي نبص هنا هنقول ما فيش بعد هنا مكتوب او محدد طيب انا اعرفوا منين ادور على اكبر بعد داخل المسكة اللي عندي واكبر ارتفاع داخل المسكة هو ارتفاع او قطر الدائرة اللي بيكون موجودة عندي اللي هي خمسين يبقى ازا هنا بعد او ارتفاع المسكة الافقي خمسة وخمسين يبقى طول المسكة الجانبي كام خمسة وخمسين في ارتفاع كام ستين ده بالنسبة للايه للمسكة الجانبي الابعاد اللي بيكون موجودة عندي وده طبعا نقدر نستنتجها بكل سهولة وبكل يسر بعد كده طيب تعالوا ننتقل الى ايه الى الجزء الاخر طيب احنا حددنا وقلنا لابناءنا الطالبة والطالبات ان تاني حاجة بعد ما جيب الفريم بتاع المسكة الجانبي احدد السنتر لاين او المحاور الخاصة بالراسمة حددت المحور اللي عندي وهنا المحور بيبقى في المنتصف فانا حددت المحور على طول فين في المنتصف زي بيكون موجود اماني طيب انا عاوز ارسم ايه هنقول عاوزين نرسم المسكة الجانبي فاني هبص للرسمة دي من الجهة الجانبية هبص له من الجهة الجانبية عشان يهمني جدا ان انت الجهة اللي بتبص منها او بتنظر منها تستنتج منها أنا ممكن أبص من الجهة الجانبية من هنا وممكن أبص من الجهة الجانبية من هنا على حسب ما يحدد لي ولكن فيها هتختلف في بعض الاستوانات في بعضها هتبقى مختفية وبعضها ظهرة والعكس صحيح في الجهة الأخرى طيب لما نيجي نبص من هنا قد الاستوانة الكبيرة الأول اللي هي كام 55 في ارتفاع 60 دي الاستوانة الكبيرة ظهر لي هنا دائرة جالي هنا ايه مستطيل هنقول يا مستر ما هي الفريم الكبير بتاع المسكة الجانبية يبقى إذن هي دي استنتاج المسكة الأول عندي ظهر لي للإستوانة ظهر لي هنا دائرة جالي هنا مستطيل يبقى جالي هنا ايه ايضا مستطيل زي ما احنا شايفين بالشكل اللي بيكون موجود أمامي ننتقل إلى الإستوانة رقم اثنين اللي هي باللون الأزرق اللي بيكون موجود عندي هنا وطبعا الإستوانة رقم اثنين زي ما احنا شايفين جالي هنا دائرة جالي هنا نقط يبقى هتجيلي هنا ايه هنقول يا مصدر هتجيلك هنا نقاط ومستطيل ايضا يبقى انا حددت عندي الطول بتاعه وعن طريق الانعكاس بالزاوية 45 اه حددت الاستوانة رقم 2 وظهرالي نقاط زي ما احنا شايفين بالشكل اللي بيكون موجود امامي طيب نمتاكل الى المجرى طبعا كل حاجة لازم اجيبها المجرى هنا هي زي ما احنا شايفين باجي بقى هنا بحد الطولها اللي هي الطول بتاعها 8 يبقى من هنا 4 ممكن واحد يقول يا مصدر انا بعرف استنتج من غير انا بعمل الشكل ده او الاحداثي ده اللي هو بالزاوية 45 ده وهمية علشان خاطر اوضح لابنانا الطلاب اللي عندهم ضعف في استعاد المسكة الجانبية دي بتسهل علينا شوية في عملية استنتاج المسكة الجانبية اللي عندي تبقى اللي دي 8 يبقى ممكن اجيب انه 4 وممكن اجيب انه 4 اهو واروح انا عامل المجرى اللي بيكون موجودة عندي ايه اذا انا عملت الاستوانة الكبيرة وعملت الاستوانة الصغيرة وعملت المجرى انا خلصت من الجزء الاولان بتاع المسكة الجانبية انا امتقلك الى الجزء الاخر وهو صورة طبق الاصل دي لانه عبارة عن استوانات والاستوانة الكبيرة اللي هي دي اللي هي 42 زهر لي هنا ايه دايرة وجاي لي هنا مستطيل يبقى هتجي لي هنا مستطيل يبقى انا هروح جاي محدة طولة زي ما احنا شايفين بس بقى نخلي بالنا اه ايه اللي حصل هنا اش معنى انا ما طلعتش بالاستوانة دي لحد الاخر هنقول لان طولة هنا كام 40 يبقى لازم تطلع مستطيل بنفس الطول اللي بيكون موجودة عندي هنا ما بطلعش بالطول باختياري لا ده لازم يكون عندي الاهتفاع حتطول في قلب الرسمة اللي بيكون موجودة عندي وموضحهول دي اللي استوانة رقم ايه اللي استوانا رقم 3 او رقم واحد من الجهة الاخرى ادي الاستوانا الاخيرة اللي هي بدين الار بتاعتها 12 وبالمناسبة لازم نوضح لابنائنا الطالب والطالبات جزء الفرق بين الفاي وبين الار دي بتفرق معايا في عملية الرسم فقط لما يديني كلمة ار وهي تعني ريديوس او نصف الكتر اللي بيكون موجودة عندي وبفتح القيمة اللي موجودة امام الار يبقى هو لو قال لي ار 12 يبقى اني هفتح البرجة الاثناشر ولكن على العكس اذا اعطى على الاستوانا فاي مثلا 42 دي معناها الكتر كامل وانا علشان افتح البرجة زي ما انا عارف لازم افتح بنصف القتر ما بفتحش بالكتر كاملا لذلك من الضروري لو موجود فاي افتح نصف القيمة اللي موجودة يعني دي فاي 55 يبقى هفتح البرجة 27 ونصف ودين ار 16 يبقى اذا هفتح دي كام 16 لان دين ار وارضي تعني نصف الكتر يعني بيقول لي افتح القيمة ديا انما هنا اما يديني كتر الدايرة من اولا لاخير رفاني لو فتحت البرجة 55 هيديني الابعاد دابل عندي فهيديني بعد الدايرة بدل 55 هيديني 110 طيب ننتقل الى الدائرة الاخرى اللي هي R12 هروح انا جاي هي ايضا زهرة بالزبط هنا زهرة هنا دائرة جايلي هنا مستطيل نقط يبقى هجيلي هنا من ابعاد دا ايضا مستطيل ايه نقط ادينا حددتها اللي هي باللون الاحمر هنا زي ما احنا شايفين يبقى احنا كده عملنا كل الحاجات اللي موجودة في قلب المسكت فيما عبى الاعصاب انا عندي عصبين نبتدي بعصب عصب العصب الاولان اللي هو سمكه هنا 12 وهو المساحة من اول الدايرة المسك لديه الحد تحت خالص او يطلقى مع العصب الاخر يبقى تعالى مع بعض كده هنا ننتقل الى العصب وحددنا طوله اه وروحنا جايين بص بقى نخلي بالنا زي ما انا قلتلك انا باصص من الجهة الهنا فانا شايف جزء من العصب ظاهر اللي هو باللون الاصمر الظاهر ده والجزء الاخر نازل لحد الارتفاع 20 عندي او لحد ما يطلقى مع العصب الاخر هيبقى مختفي ليه يا مصر مختفي لان الاصطوانة مدارية على الجزء الباقي منه الاصطوانة دي لذلك هو جاي هنا ظاهر وجاي هنا من الجزء بعد الاصطوانة ظاهر لي هنا ايه مختفي زي ما احنا شايفين ننتقل الى ان يتقاطع مع العصب الاخر اللي انا هعمله لحضراتكو دلوقتي ادي العصب الاخر زي ما احنا شايفين اللي هو باللون البني ده ظاهر لي هنا مساحة وجاي لي هنا سمكي بانا هاجي بسمكة عندي كده لو احنا جينا نبص اه ده مسيك لمنين من اول الاصطوانة كبيرة لحد الاصطوانة الصغيرة فانا همشي بنفس اللي في الاول العشرين اللي بيكون موجود عندي وطلعت ادي العشرين من اول الاصطوانة كبيرة لحد الاصطوانة الصغيرة يبقى برضو من هنا من اول الاصطوانة كبيرة لحد الاصطوانة الصغيرة بس ده مش كده وبس هنقول ده داخل الاستوانة مدارية عليه من جوه حاله حال العصب الآخر علشان يتقطعوا مع بعض زي ما احنا شايفين ويعصبوا لي الرسمة او القطعة الميكانيكية اللي بتكون موجودة عندي زي ما احنا شايفين ده بالنسبة لاستنتاج المسكت الثالث للقطعة الميكانيكية اللي بتكون موجودة عندي طيب تعالوا ننتقل الى جزء مهم وده شكل طبعا الايزومتريك انا بصص من هنا شايف الجزء اللي عندي هنا كده وشايف العصبين من هنا وشايف بعض الاجزاء زي ما احنا حددناها لكم طيب تعالوا ننتقل الى ايه عملية القطاع هو طالب مني الاول قطاع فين هنقول يا مستر هو طالب مني قطاع عند ايه ايه طيب بص ايه ايه كده هنا عندي لو احنا جينا نبص اهو طالب مني القطاع هنا طيب تعالوا نشوف الايزومتريك انا هقطعه كده فانا ما اقطع الجزء ده كده من هنا ايه اللي هيحصل بصوا كده معايا اه ايه اللي حصل ان انا قطعت في النص اللي عندي كده فاصبح الاستوانات الداخلية اللي بتكون موجودة عندي ظهرة فانا بقول للابناء انا الطالبة والطالبات مرة اخرى لو انت بترسم وعارف ان فيه قطاع فازهر لي الاستوانات دي مباشرة وما تدخليش بالعصب لحد الاخر كده لان ما فيش خطوط بطيقة على خطوط التأشير فده كده كده هيتمسع لو احنا جينا نبص الجزء المصمت اللي هيحدث فيه البني ده كده ادي الجزء ده هيبقى هنا والجزء الاخر اللي هو موجود هنا ده هيبقى هنا برضو هيظهر والمجره هتظهر عندي لان انا قطعت بس انا مع الشرطش فيها وايضا هننتقل الى الجزء الاخر ادي الاستوانة هنا دي اريدي دي ظهرة الاستوانة الاخرى هتجيلي هنا بدل ما هتبقى مختفية هتجيلي هنا ايه نقاط نبص كده مع بعض جزء جزء عشان نوضح اوه يبقى ايزا مساحنا الاجزاء المختفية ولا لا والاستوانات عندي ظهرت الداخلية ظهرت والمجره ظهرت هننتقل زي ما عملنا هنا هنعمل ايه هنا بالزبط ايضا عشان تظهر للشكل اللي عندي اه ايه اللي حصل يبقى ايزا احنا كده عملنا الاجزاء المصمطة اللي المنشار مشي فيها او الحد القاطع مشي فيها اصبحت منطقة خالية تماما علشان ما فيش خطوط بتقطع خطوط التأشير يبقى ما نيجي نبص كده اه دي الشكل اللي عندي الجزء ده وهنا الجزء ده اللي هيحدث فيه تهشير تب ممكن طلابنا الاعزاء تقول يا مصدر احنا ما هشرناش في الجزء اللي احنا قلنا مرارا وتكرارا ان القطع موازي للعصب زي ما احنا شايفين فان العصب لا يهشر او بمعنى اصح ما فيش تهشير في المساحة اللي عندي لذلك بيكون التهشير عندي في السمك فقط فهتلاقي الجزء عندي ده وهتلاقي الجزء ده ظاهر وبصوا كده عندي اه ايه اللي حصل زي ما احنا انا لوناها بس عشان نوضح بس كوسيلة توضحية لابناءنا الطالب والطالبات يشوفوا شكل عملية القطاع ادي الجزء اللي هشرنا فيه المصمط من هنا ادي الجزء ده من هنا وادي المجري هنا ما بهشرش فيها بس دابد ان تكون ظاهرة عملناه وادي الجزء الاخر اللي هو المصمط اللي هيتهشر فيه اهو جالي من هنا كده والجزء ده اللي هو العصب المساحة ما جيتش يا ميتة والجزء الاخر اللي هو جالي من هنا من الاستوانات واللي اللون البنب ده او اللي هو المفروض ان يكون باللون اللابيض في ورقة الرسمة عندي ده هيكون مختفي عندي اه اه او هيكون عندي ظاهر ولكن مش هيحدث فيه عملية التهشير لان ده عبارة عن ايه عبارة عن فراخ تمام طيب نبص بقى الى جزء اخر مهم وهو عملية القطاع في المسقط الجانبي طيب لما نيجي نبص هنا هو طالب مني قطاع ايه لو احنا جيدا نبص هنقول قطاع جانبي وهذا القطاع الجانبي قال لي عند ايه عند بي بي طيب لما جي اح يحدث عندي عملية قطاع عند بي بي زي ما احنا شايفين عاوزين نقطع الرسمة اللي عندي عاوزين نقطع الرسمة اللي عندي من الجزء ده كده طيب نبص كده مع بعض على شكل الايزومترك لما قطع من الجزء ده اه ايه اللي حصل مفيش عندي غير الاستوانة الصغراهية اللي ظهرت بس والباقي كله ايه مش هيزر يبقى بص عندي كده اه ايه اللي حصل شفنا الشكل العام بعد عملية القطاع في المسكة الجانبي ويبقى بكده احنا خدنا من خلال حلقتنا عرفنا ازاي نستنتج المسكة السالس مع عمل قطاع وعرفنا القطاع الجانبي والقطاع الرأسي مع تطبيق على بعض الاساسيات اللي احنا خدناها في حلقتنا السابقة اتمنى من كل ابنائنا الطلبة والطالبات انهم يكونوا استفادوا من حلقتنا على امل ان نلقاكم ان شاء الله في حلقات اخرى لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته